في اكتوبر عام 2014 بدأت ما تعرف بعملية الكرامة بعد سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات والمفخخات طالت العسكرية والمدني والكبير والصغير ولم تترك أخضر ولا يابسا يومها قالوا إنها عملية جاءت من أجل إيقاف هذه الجرائم التي نسبها قادة هذه العملية الإجرامية لثوار مدينة بنغازي الذين تصدوا لرتل الجذافي حمين الأرض والعرض في مارس 2011 لم تنفع مناشدات العقلاء المصلحين ولا أواصل الدم في إيقاف هذه العملية الظالمة التي جاءت من أجل هدف اتضح لكثيرين أنه من أجل السلطة والمال والنفوذ ليس إلا عملية لم تنتهي حتى اليوم رغم إعلان قائدها المجرم حفتر نهايتها في يوليو 2017 نهاية لم تنتهي معها التفجيرات ولا الاغتيالات ولا الاختطاف ولا السجون السرية ولا حتى الجثث الملقات في المشروع الزراعي بالقوارشا بل وجدت لها أماكن أخرى لرميها كشارع الزيت وأحراش الأبيار وتأتي حادثة وكيل وزارة المقترحة فرج جعيم لتتجدد هذه الجرائم ولكن هذه المرة في حق رجل كانت بوابته الأمنية في منطقة بيرسس الأقصى على بنغازي وثوارها قبل أن يصحو من غفوته هو والحجازي ويعرف أن المجرم حفتر جاء بمخطط كاذب يهدف منه للوصول إلى سدة الحكم مستخدما كل ما يمكنه استخدامه من أجل ذلك فأدخل الدواعش متى شاء وهربهم متى أراد وأباح الأجواء الليبية للطيران الأجنبي والأراضي الليبية للمرتزقة لضرب المدن وقمع ثورة السابع عشر من فبراير وثوارها فهل تأتي صحوة توقظ أهل بنغازي ومدن الشرق من غفلتهم؟ أم يستمر حفتر في استغلال أبناء بنغازي والسير على جثث الأبرياء لتحقيق أطماعه؟